في المرة الثانية يجري إغلاق المبنى التشريعي في العاصمة واشنطن وفي فترة زمنية لم تتجاوز ثلاثة أشهر منذ تولي الإدارة الجديدة مقاليد السلطة فقبل نحو شهر ونصف عاشت العاصمة حدث مشابها حين أغلقت السلطات البناء ودعت المتواجدين فيه إلى إخلائه على الفور بعد سماع دوي انفجارات عقبتها أعمدة دخان بالقرب من البناء وتبين لاحقا أنها حريق في أحد الشوارع المجاورة منذ حادثة اقتحام الكونغرس التي استقال على إفرها قادة أمنيون وقتل خلالها شرطي من حرس الكابيتل تحولت العاصمة إلى ما يشبه الثكنة الأمنية في محيط الكونغرس والبيت الأبيض ومبان فدرالية أخرى ومنذ يناير الماضي لا تزال تنتشر المتاريس الإسمنتية والفولاذية على نحو بات مثيرا للقلق لسكان المدينة وزوارها قلق عززته تصريحات المسؤولين عن تصاعد ما بات يعرف بأعمال الإرهاب المحلي الذي صار أولوية على الأجندة الأمنية للبلاد الأحداث التي وقعت عند الكابيتل في السادس من يناير كانون الثاني من هذا العام تؤكد أن الإرهاب المحلي يشكل خطرا جديا على الأمن القومي للبلاد الجمهوريون من جانبهم يعرضون الإبقاء على المظاهر الأمنية ويعتقدون أن حالة الخوف يجري توظيفها من قبل الديمقراطيين لتمرير برنامج عملهم واحتكار المشهد سياسيا اعتراض ربما لن يجد آذانا صاغية بعد الحادث الأخير هذا الحادث لا يمكن فصله من أحداث السادس من يناير كانون الثاني قبل ذلك التاريخ لم يحد الناس هجوما على الكونغرس كان الكونغرس المكان المقدس منذ السادس من يناير كانون الثاني لم يعد الكونغرس مكانا مقدس في الأثناء تتواصل التحقيقات الأمنية في محاولة لمعرفة جذور الحادثة وسط تخوفات من كون العمل بداية لسلسلة مشابهة من الهجمات ضد أهداف حكومية أخرى تسود المخاوف هنا من أن خسارة اليمين الأمريكي للانتخابات والشعور العام بخيبة الأمل في أوساط مؤيدي ترامب قد يدفع لأعمال تخريبية مشابهة أعمال تعزز هيمنة خطاب أمني يعتقد معارضه أنه يجري توظيفه في الانقسام السياسي بين الحزبين الرئيسيين في البلاد عمادة رواش التلفزيون العربي